أهلا بكم مشاهدين في موازاة العمليات الارهابية التي تنفذها في سيناء شرق مصر بدأت الجماعات الارهابية بالعمل على اتخاذ المنطقة الغربية مسرحا آخر لعملياتها هذه المعلومات أبلغها مسؤول مصري على صلة بملف مكافحة الارهاب إلى صحيفة الحياة حيث كشف أن هذه الجماعات تسعى إلى استغلال الطبيعة الجغرافية الوعرة في الصحراء فضلا عن متخمتها الحدود مع ليبيا ما يعطيها قدرة الحصول على السلاح بحسب المسؤول الأمنية تولى الارهابي الفار عمرو سعد عباس قيادة خلايا عنقضية في الصحراء الغربية حيث نفذت هذه المجموعات هجمات ضد أهداف رخوة تحدث صدا إعلاميا كبيرا كان أبرزها قتل عشرات المسيحيين تعظم الخطر القادم من الغرب ظهر مؤخرا في منطقة الوحات حيث شهدت إحدى المداهمات استشهاد 16 ضابطا وجنديا ما يعني اقتراب الخطر من محافظات المنطقة المركزية السلطات المصرية سارعت إلى وضع المنطقة تحت المجهر فسلمت المنطقة الغربية للجيش في خطة تشبه تشكيل القيادة الموحدة لمنطقة شرق قناة السويس والتي أدت في الأشهر الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في العمليات الإرهابية ترافق ذلك مع تغييرات أمنية لافتة أدت إلى إقالة رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي من منصبه كما شملت رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء محمود شعراوي ومدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقي ورئيس قطاع الأمن الوطني في الجيزة اللواء إبراهيم المصري موسيقى